مساء الخير اليوم حتكون قصتنا المميزة عن نمبر ون رقم واحد في عالم فور افر وهو رولف كيب ألماني الجنسية حبيت توضح لكم قصته باللغة العربية هو حكاها باللغة الألمانية فهنحكي شوي عنه بعدين ندخل في تفاصيل قصته وكيف بدأ مع الشركة وهي القصص أول شي رولف كيب عمره حالياً 50 ثنة وبيحكي أنه أنا صرت محطوط أكتر لما عملت بجت أكتر هذا الأساسي بالحياة ما في شي بيجي عبارة المستريح وإنما الحظ بيجي أكتر من الشغل أكتر تتعبوا أكتر طبعاً حكا عنه طفولته ما كانت حلوة وبالمدرسة تم فصله بالبداية لما كان بالابتدائية وبالمرحلة هاي سكول مرحلة الثانوية والإعدادية كان فاشل فشل في هين مرحلة وتم أبوه طالعه من المدرسة وأعطى يعني بشغله بمجال شيف أو يكون طباخ ودخل هذا المجال فقط لمدة أسبوعين وتم طرده بعضه لأنه ما كان أجح فيه بيحكي بكل صراحة وشفى فيه أنه طول حياته فترة الشباب ما كان فيها أي نجح أبداً وإنما كانت كلها إخفاقات وفشل ولكنه مع هيك ما آمن بحاله أنه شخص فاشل لا وإنما بالصدفة عم يحكي أنه تعرف على الشركة فوريفر هنعرف كيف تعرف على شركة فوريفر فبالصدفة كانت أشخاص عندهم العيلة والده والده مريضين وعم يدوروا على منتجات طبيعية تفيدهم بالصدفة تعرفوا على منتجات شركة فوريفر وجابوا هاي المنتجات وصار يحسوا بتحسن يوم بعد يوم خف المراض كتير وحسوا بتحسن كبير لاحظ رولف كيف هاي النتيجة على عيلته أنه هاي المنتجات حلوة عم تعطي نتيجة حلوة حكا بدي جربها عحالي شو شو السبب شو السر فبدأ يشرب من هاي المنتجات جاب منتجات عصير الصبار جربها وأخذ منتجات البشرة وصار يحس يوم عن يوم أنه هو أقوى وفي عنده باور ونشاط أكتر وأكتر فإجا الفضول أنه يعرف عن هاي المنتجات أكتر ويقول أنه هاي منتجات رائعة جدا ومفيدة جدا للأشخاص فلازم أنا أنشرها بألمانيا وبدأ يجيب من هاي المنتجات بدأ بشكل فوضوي طبعا هو بيحكي ما في حدا فوضوي قدي فبدأ بياخد المنتجات ويحزمها معه ويطلع يوزها عن الناس أنه يحكي عن التجربة أهل ومرو فيها وهيك هو بهدفه أن يفيد الناس كمان طبعا ما كان بعرف شي عن الخطة التسويقية ما كان بعرف شي عن البونس ما كان بعرف شي أبدا أبدا كان همه الوحيد أنه يوصل هاي المنتجات للناس وبعدين اشترى كتاب بيحكي عن الألوغيرا عن الصبار وشوفها وقده وعرف أنه لحتى تعرف الحقيقة أول شي بتقرأ عنها نصف الأول القراءة عنه ونصف الثاني تجربه لحتى تكون عندك الصورة متكاملة وبعدين بدت فكرة أنه يحكي عن هذا الموضوع ويحكي عن هذا المشروع طبعا هو يعتبر الخطة التانية لريكس مون وبحكم أنه ريكس مون كان بعيد عنه فما كان في شخص يعلمه ما كان في شخص يوجهه ويرشده وكان هو مضطر أنه هو يعمل كل شيء يتعلم خطوة بخطوة كل شيء من تلقاء نفسه وحكى كلمة جوهرية جدا حكاها أنه لو أنه أنا شخص كان سبونسر عني مسؤول عني وتحمل عني جزء من مسؤولياتي فأنا مرح كون ناجح لازم أنا أتحمل كل مسؤولياتي لحتى كون شخص ناجح وبالفعل اعتمد على حاله وصار رقم واحد بعالم فوريفر طبعا بيحكي أنه هاي المرحلة أنك تكون رقم واحد مو سهلة مر بأشياء صعبة كتير بحياته ولكن ما خلها توقف عائق بطموحه وبدت بدايته بدأنا يحكي أنه كيف بدأ مشروعه فبدأ يعمل تنظيم أو ميتنج لقاءات للناس يحكي لهم عن المشروع كان أول لقاء له كان داعي عليه تقريبا ميت شخص وكان بالشركة حيكون هذا الاجتماع بفرع الشركة بألمانيا ودع الناس دع ميت شخص وحضر تحضيرات لتكفي لميت شخص وعم ينطرون كان الموعد عساعة انتين الظهر وعم يستنى هو إلى حاله موجود بالقاعة وصار له أسبوع ما نام لأنه متحمس كتير لهذا الوقت أنه بده يحكي عن هذا المشروع ويحكي عنه فعم يستنى بعد تقريبا مرور خمس دقائق يجى أول ضيف طبعا هو حاطط براس ويحكي بباله أنه أيوة الناس تأخروا لأنه أكيد جايين كلهم بباص واحد وأكيد هذا الباص يعني تأخر فهن تأخروا كلهم مع بعض هو متخيل الناس تيجي كلها دفع واحدة وعم يعطي مبررات إيجابية لالشي اللي عم يصير معه فأول من دخل دخل عنده شخص كان شكله باديغارد يعني دخل على القاعة ودخله وتفضل الشخص الثاني كان سيدي عجوز جدا يعني ما فيها أنجة تمشي لحالها مستندي على بنتها جاي معها بنتها لهذا الميتينج طبعا بيحكيها بكل صدق أنه أنا كنت مبسوط جدا صحي دعيت ميت شخصه لكن ما إجوا غير شخصين ولكني كنت مسرور جدا جدا أنه أنا كان في عندي شخصين وقاد معهم وحكى لهم عن المشروع وتسجلوا معه الشي الضريب بالموضوع أنه بيحكي أنه هني تسجلوا معه لأنه فقط لأنه دفع لهم أجار السيارة اللي ترجعهم لبيتهم وإمكان التجهيزات اللي كانت موجودة بالميتنج طبعا هني ما كانوا أشخاص جديين بالعمل وإنما فقط تسجيل معهك ما يقس ولا استسلم أبدا أبدا وبدأ ينظم حياته بدأ أول شي هو كان فوضوي جدا ولكن بدأ بتنظيم حياته بدأ أنه يغفق يوميا نساعة خمسة ونص الصباح يتناول الفطور يعمل صور الخاصة فيه بعدين على السبعة ونص يبدأ المشروع يبدأ شغله من تنظيم لقاءات عمل بالوقت بالساعة بيحدد شو رح يعمل عشرة الصبح كان يعمل لقاءات فردية مع الناس وينتقل من شخص لشخص يحكي لهم عن المنتجات والمشروع الساعة انتين الظهر كان يعمل ميتنج لفرصة العمل الساعة أربعة يعمل ميتنج لفرصة العمل سبعة ونص يعمل ميتنج تسعة ونص يعمل ميتنج يعني خمس لقاءات بالأسبوع خمس لقاءات باليوم كانت أتمر يعني ونفس الروتين يوميا يعمل نفس الشي كل يوم يعمل نفس الروتين وكان ينظم محاضرات ولقاءات لللي نستجل وجدد معه طبعا ما كان يتركون وانما ما كان في انترنت بهذيك الفترة وانما كان يروح للاشخاص ينتقل من مكان للتاني لحتى يشرح عن هذا المشروع ويشرح عن المنتجات وبيحكي قصة صارت معه فبيوم من الايام كان في عنده ميتينج بسويزرلاند وطبعا هاي المنطقة بتبعد عنهم تقريبا 300 كيلو متر بعد يوم طويلة من التعب والارهاق وكان عامل 3 ميتينج 3 لقاءات وبعدين اجتمع مع الناس الداونلاين المنبرز الأعضاء اللي كانوا نسجلين معه وخلص يومه بالليل فهو راجع للبيت بطريق الراجع للبيت عكتر مهو يتعبان فعمل غطب النوم وعمل اكسيدان عمل حادث وما الصحي حتى وقت اللي صار الحادث هو ما الصحي إلا لتاني يوم البوليس عم ينقر على باب السيارة إنه عم يشوفوا إنه بعده عايش ولا لأ هو محاسس بهذا الشي اللي صار معه بسبب التعب والارهاق يلي كان فيه وفي الموضوع إنه كانت السيارة مدمرة وهو بعده ناجي سبحان الله وأهم شي الأشياء الأربع اللي يحافظ عليها طيلة العشرين سنة كل يوم بيعمل لهم طيلة عشرين سنة هي وهذا المهم بالموضوع وهذا هو الجذري والأساس إنه كل شخص ناجح حاب يكون ناجح يعمل فيه أول شي يومياً خمس اتصالات مع الناس تاني شي يومياً بيبيع خمس منتجات من الشركة لحد الآن طبعاً يومياً بيسجل بيفكر بخمس طرق لحتى ينموا البزنس اللي هو ماسكو وكل أسبوع بيسجل خمس أشخاص معه يعني بيكون سبون سرعان خمس أشخاص بالأسبوع بيبيع منتجات يومياً خمس منتجات وبيجري اتصالات مع خمس أشخاص يومياً وهي خطط الناس الناجحين هيك الناس الناجحين بيخططو وفيه شي مهم جداً بالموضوع إنكم حكاة بأخر المحاضرة إنه إنسوا الأشخاص اللي حواليكم وفكروا بذاتكم أنتو بس إنسوا الأشخاص المحبطين اللي حواليكم أو إنسوا أي شخص جمعكم وفكروا بحالكم أنتو فكروا إنه بدكم تغيروا حياتكم وإنه لو كنتوا بدكم تكونوا رقم واحد بفور إفر فحتبدأوا من جواتكم تبدأوا بتغيير أنفسكم لحتى توصلوا لهذا الهدف وبتمنى تكون قصة أعجبتكم إن شاء الله نلتقي بقصص تانية إن شاء الله عن نجاحات أشخاص تانية مع فور إفر مشكورين كانت معكم أروا شكراً للمشاهدة